لما نقول إننا مش هاكمن مقرات وإننا هاحمي الشعب وإننا هنحزل إرادة الشعب مش هتعرض زي كل مرة للناس في الشارع الناس كل مرة تنزل تلاقي الشرطة زهدت وإحنا زهقنا زهقنا من إن احنا تعرضنارهم في حاجات كتير غاص باننا زهقنا إن احنا في كل المشاهد السياسية كنا موجودين زهقنا إن احنا في ساعة الأزمة كله بيختفي ورى وزارة الدخلية لغات لما الأزمة تعدي في الشارع العسكري اللي وقف في الشارع قال كفاية الزابط اللي وقف في الشارع قال كفاية الكيادات قالت كفاية خلاص احنا تعبنا الناس دي اهلنا ماينفعش تبقى الشرطة المفروض تبقى في اربع مربعات تحطها في اربعين مربع كتير وجي الوقت اللي قلنا فيه عايزين نرجع لمكاننا الطبيعي مكاننا الطبيعي اللي المفروض الشرطة تبقى عليه احنا قضيتنا الفترة الجاية اللي هو ايه استيطانو هقول لحضرتك قضيتنا الفترة الجاية ان شاء الله البحث عن استقلالية جهاز الشرطة بكل ما تشمل معنى الاستقلالية من معاني استقلالية جهاز الشرطة عن اي نظام حاكم شرطة للشعب شرطة بعيدة عن الصراعات السياسية شرطة في منأة عن انها تكون اداة للبطش او اداة لاستطار على اخطاء الغير او اخطاء اي انظمة حاكمة شرطة تبقى متواجدة اللي يحتاجها في الشارع تلاقيه المواطن الغلبان تحت الست الفقيرة اللي ممكن يبقى تحت خط الفقر الناس دي اللي كانت بتعاني ومزالت بتعاني ماينفعش مايبقوش لقين ناكلوا وياكلوا وفي نفس الوقت مايبقاش فيه امن الامن ده اغلى اغلى سلعة في الحياة هل تقدمتوا برؤية حقيقية لاستقلال جهاز الشرطة؟ احنا عندنا مشاريع لتطوير وزارة الداخلية باذن الله هنبدأ فيها فاقرب وقت ممكن وعايز اقول لحضرتك ما انا هقول لحضرتك على حاجة صد ممكن الحمد لله فضل ربنا ان انا امثل زباط الشرطة في انتخابات حرة لاول مرة جوه وزارة الداخلية قبل الانتخابات ما تعقد احنا النادي نادي الزباط ما بقلوش اكتر يعني خمسة وستين يوم قعدنا سنتين لنادي بان يبقى فيه كيان يمثل جموع الزباط الكيان ده كان موجود على فكرة مش كيان مصطنع كان موجود وهم مش لفترة من الفترات حتى اختفى تماما الكيان ده ما نوض بيه بعد ما اسمعنا النبرة في الشهور اللي فاتت كل من هب ودب كل من بيفهم واللي ما بيفهمش عايز يهيكل ويطهر وزارة الداخلية انت مين بص نفسك في المراية قبل ما تتكلم عن الهيكلة ابناء الجهاز ده هم اولى اذا كون عندنا سلبيات او تجاوزات احنا لا ننكر ولكن احنا عندنا ناس ضحة عشان البلد دي عندنا 211 شهيد زي الشهداء اللي وقعوا في التظاهرات في 211 شهيد شرطة كان نفسي يبقوا موجودين النهاردة في عيد الشرطة الجديد عيد الشرطة اللي بجد الناس دي ضحة عندي زي يوم كتير قدموا وبيحفظوا على كيان الوزارة وعمرهم ما دفعوا عن شخص وما دفعوا عن كيان الوزارة عشان الوزارة دي لو كانت وقعت في يوم من الاياب كانت البلد هتقع الوزارة دي لو ما كانتش نحازت للشعب النهاردة ما كناش شفنا الكارنفال التاريخي اللي العالم كله بشايفه وبيتبهه بيه طيب مشاريع التطوير موجودة هنبدأ فيها مباشرة بإذن الله بس خلينا نمشي بمنطق ان التغيير يقاض ولا يضار وده محتاج خطوات احنا خدنا اول خطوات جزرية ان احنا رجعنا للشعب احنا عملنا في ايام اللي كان ممكن نعمله في عشر سنين احنا كسبنا الايام دي وعمرنا ما هنتنازل عنه سيدة نقيب في مصادر لان بي سي مصر اكدت انه وزير الداخلية بالتعاون مع وزير الدفاع لم يحضره اجتماع مجلس الوزراء اليوم تفتكر انه ده بيعد بيان من الداخلية لاحترام ارادة الشعب؟ طبعا انا مش مش جهة منفزة انا جهة معبرة عن جموع الزباط ولكن انا زي حضرتك كده بقعد اتكلم مع زميلي وبنستشف الموقف موقف السيد الوزير احترم وخلينا نتكلم ان له ما له علم عليه ولكن هو وفى بوعوده وفى بالوعود والتصريحات وتعاملت على ارض الواقع تصريحات اللي هو منصور العيسة والوزير السابق وتصريحات اللي هو احمد جمال الوزير السابق مع تصريحات السيد الوزير قالت كلها في مصاب واحد ان ارادة الشعب دي هي المسيطرة وان موقف الشرطة تاريخي وكان لابد ان يحدث وزي ما القيادات وعدت نفزت والزباط بارادة كاملة كانت الارادة دي موجودة عندنا من اجتماع نادي الزباط وكلنا كنا في مركب واحدة سواء جوة الوزارة او برا الوزارة كان الاتجاه رايح ان اللي حصل ده هو المفروض كان يحصل اشتركوا في القناة